بدأت في الوصول ثم كذلك استوردنا من 25 ألف طن من اللحوم البرازيلية المجمدة واستوردنا زيهم من الهند وبالتالي بقى عندنا بنعرض الهندي ب160 جنيه وبنعرض السوداني ب195 جنيه وبنعرض البلدي ب370 جنيه وبنعرض الخراف الكيلو ب250 جنيه موجودة في كل الشوادر وكل كذا بالإضافة إلى 38 شادر وموجود مواقفها بحيث أن بيتم العرض الخراف البلدي الحية ومن ثم بنضيف كميات غير مسبوقة للسوق وبالتالي استطاعت الوزارة بالتعاون مع الشركة القبضة وكافة الجهات اللي بنشتغل معاها بحيث أنها تمتص احتمال الغلو فمجرد أن اللحمة ما غيرتش في دخول العيد ده ما كان يحدث إلا بتدخل تدخل ايه؟ كان يقول تدخل ايه؟ تدخل الدولة الدولة اه صح برافو علي برافو عليك يا علي والله سياد اللواء على اسمع سياد اللواء علي برافو على حضرتك يا فندم أي جدا بص يا فندم يعني أنا بحبش أقولي لحد أنت كداب لأن الكداب بيروح فين؟ بيروح مارينة على طول فاحنا دلوقتي عايزين نقول لحضرتك يا سياد اللواء حضرتك ذكرت أرقام وطلعت صوت وصورة عشان ما تقولش ان احنا جينا فوتوشوب ولا عملنا لحضرتك كلامك جرافيك أو عملناك بالذكاء الاصطناعي مثلا وطلعنا التصريحات الغريبة اللي حضرتك قلتها من شوية دي أنا بس عايز أقولك حاجة يا سياد اللواء لما حضرتك تطلع في التلفزيون وتقول أرقام وانت راجل اللواء كبير لازم اللي حواليك يسندوك ويكونوا معاك وفي ظهرك ويقولك حاسب الأرقام دي غلط السوشال ميديا الجرائد الصحافة الإعلام هتطلع كداب يا سياد اللواء مش انا اللي بقولوا عليك كداب اللي حواليك يقولوا عليك كده والأرقام اللي انا هقولها لحضرتك دلوقتي هي اللي هتطلع حضرتك كداب طيب يلا بينا بقى كده نعرض يا جماعة بقى الأسعار الحقيقية أسعار اللحوم البلدي تصعد اليوم الثلاثاء عشرين ستة عشرين تلاتة وعشرين ها وتواصل الارتفاع في الأسواق تزامنا مع اقتراب عيد الأطحى سياد اللواء أبرز حاجة قالها تكلم عن أسعار اللحوم الهندي وقال لك ان أسعار اللحوم الهندي هتكون بمئة وستين طيب لا يا سياد اللي هو أسعار اللحوم الهندي في المحال وصلت 200 جنيه يعني فيه فرق 40 جنيه سيادتك هتقول يا عم انت هتدق معي في 40 جنيه عم أحمد اقول لك معلش يا علي بيه أصليها القصة كلها انت مزود الناس أصلا 300 جنيه فالأربعين ده رقم ده ربعة تقريبا المبلغ اللي انت مزوده طيب يبقى أول حاجة بنكشفها النهاردة في الأرقام 40 جنيه فرق فأسعار اللحوم الهندي خش بقى على اللحوم السوداني اللحوم السوداني الطازجة وقال مبرده سيادت اللي هو قال ب 195 يعني لو مش عجبكم الهندي على رأيي عطوان وفيلم الهندي بايخ وطويل وهتلاقي بيشد معاك وانت اتاكلوا خلاص نخش على السوداني قالك السوداني بقى ب 280 مش ب 195 يعني رضينا بالهندي ملقناش سعره رضينا بالسوداني ملقناش سعره طب هنأكل ايه؟ ضاني ضاني اه يعني ولا سوداني ولا هندي خشش على الضاني ايوه انت نفسك في اللحم الضاني ما هو قالك الضاني بتلتمين لما جيتك في السعر يا احمد لقيته بربعمائة وكام؟ ربعمائة ربعمائة وخمسين يا رايز حتى لما روحت للضاني لقيته اهو السعر طيب قالك الضاني من ربعمائة لربعمائة وخمسين والمفروم البلدي من 250 ل300 والصدق بقى على رأي الاسكندرانية اسعار الصدق البلدي من 180 ل 220 جنيه يا جماعة يا جماعة بجد احنا عندنا اشكالية كبيرة جدا لو رجعنا بس لشهر مايو اللي فات ها اسعار اللحوم ارتفعت 150 في المية ده مقارنة بموسم العيد اللي فات عارف يعني ايه الرقم ده 150 في المية طيب الجزدارين بيقولوا ايه الجزدارين بيقولك يا جماعة اسعار اللحوم ستذهب الى شكل جنوني حتى عيد الاضحى وارتفعت بنسبة لا تقل عن 150 في المية مقارنة بالموسم بتاع العام الماضي طيب يبقى احنا عندنا اشكالية عندنا اشكالية عندنا ارقام محتاجة تتصحح لعلي بي او علي بي لازم يصحح ارقامه ويراجع تاني نفسه يا اوستاذ احمد عشان القصة كده غلط والناس عينها تنزل مش هتلاقي الارقام اللي قال عليها علي بي فعني الدنيا هتبقى بايضة